احنا عندنا أولمبياد باريس إن شاء الله ربنا يقرمنا بإذن الله مفهوم إنه جهاز الفني بيعمل معسكراته بيعمل مبارياته الودية بيختار لعيبته انتوا بقى كجهاز طبي انت كطبيب للمنتخب هل بيبقى ليك استعادات خاصة لهذه البطولة استعادات وقائية مثلا أنا فاهم إن انت بتبقى موجود مع الإصابات والحالات اللي بتحصل بس هل في استعادات خاصة للبطولات الكبيرة اللي زي دي؟ أه طبعا أه طبعا احنا طبعا الاستعادات بتاعنا بيبدأ من متابعة اللعيبة يعني احنا عندنا قوام شبه أساسي يعني ممكن وغير منه واحد اثنين ثلاثة صحيح لكن احنا بنتابع نمر واحد المتابعة للعيبة بتاعتنا في الأمدية بتاعته من حيث الإصابات من حيث تخزيتهم من حيث المكملات اللي بياخدوها في أمديةهم لأنه بيجي بيقعد معايا فترة بسيطة صحيح لا تتاخد كذا ومتاخدش كذا دي النمرة واحد نمرة اثنين طبعا قبل كل بطولة احنا بنستحضر كل الحاجات المهمة بتاعتنا من سوائل رياضية من مكملات غزائية من برنامج غزائي بنحطه بنبعثه لسواء أي بطولة مش الأولمبياد بس احنا قبل بطولة أي بطولة بنبعث القوائم بتاعتنا الغزائية وبنتابعها باستمرار ودي الحاجات المهمة طبعا حاجة مهمة دلوقتي اللي هي زي ما قلنا المكملات والحاجات اللي هي دلوقتي المنشطات احنا دايما بننبه على اللعيبة بتاعتنا انت عارف طبعا في الأولمبياد بالذات طبعا بيبقى فيه تدقيق قوي على موضوع المنشطات وبنتابع مع اللعيبة بتاعتنا كل اللي انت عارف اللعيبة دلوقتي بقت مسقفة كل واحد بياخد حاجة بيحس انها بتريحه لا احنا عاملين لينك بيني وبين كل اللعيبة لا انت بتاخد ايدي الوقتي لا بتاخدش ايدي الوقتي لا ابعتلي اسم المكمل اللي انت بتاخده عشان ما نفجأش في الأولمبياد انت عارف دلوقتي بقى بقى فيه كشف عن المنشطات اين وقاوت يعني بره البطولات وداخل البطولات فاحنا بالراعي المواضيع دي مهمة جدا يعني فيه حد قال لي حاجة عبدا كده بصراحة انا ما فهمتهاش بس هاولها لك ونصيبي انا ونصيبي يعني عشان ده بكتقول علي ايه استاذك ده انا بيفكر ازاي كده حد قال لي انه في دلوقتي اللعيبة في الملعب بتاخد سوائل منهم مثلا خيار مخلل مش عارف مخلل حاجات كده اللي هي علاقة بتزود الأملاح في الجسم هل في حاجات زي كده اللي هي الطبيعية دي ولا انتو بيبقى عندك حاجات طبية واضحة لا لا الحقيقة لا الكلامة مش علمي مش علمي لان خلي بالك الاملاحة بتفقد من اللاعب بتفقد بطريقة معينة ونحن السوائل بتاعتنا بيبقى فيها تركيز معين لان انا ممكن ادي مثلا ايه تركيز زي بحضرتك بتقول ده بيبقى فيه سوديوم عالي ممكن يعود بالضرر على اللاعب لا احنا بنيدي له السوائل بنيمعارفين فيها قد ايه بوتاسيوم قد ايه سوديوم قد ايه مغنيسيوم قد ايه سكر يعني مش كل السوائل بيبقى فيها مفيدة لاننا ادي له سكريات كتير لا بيبقى فيها تركيز معين وبالراجع احنا التركيزات دي بحيث ان دي هي الافيض للعب وكل لعب ليه طبيعة خاصة لا بص هو احنا بيبقى بالسوائل دي اساسي المكملات دي اساسية لكل اللاعبين لكن في بعض اللاعبه مثلا بيبقى مع مكمل الغذائي زيادة شوي لا ورهوني ونشوفه ونشوفه تأثيره ايه وهل ده فيه خطأ هل ده فيه منشطات هل ده ممكن انعكس عليك بالضرر كل الحاجات دي احنا بنتبعها مع اللاعبه بتاعتنا